فإذا ليس لمجرد أن لعقيل بعض المواقف التي قد تبدو حسنة نجعلها سببا في تعديله أو اعتباره من الصلحة علينا أن نفتش في نفسيته إذا أردتم أن تقفوا على نفسية عقيل أنا أنقل لكم رواية من الروايات التي توضح لكم هذه النفسية هذه في الإمامة والسياسة في المجلد الأول الصفحة 101 يقول وذكروا أن عقيل بن أبي طالب قدم على أخيه علي عليه السلام بالكوفة فقال له علي عليه السلام مرحبا بك وأهلا ما أقدمك يا أخي قال تأخر العطاء عنا وغلى السعر ببلدنا وركبني دين عظيم فجئت لتصلني تصلني بالمال يعني قصد فقال علي عليه السلام والله ما لي مما ترى شيئا إلا عطائه فإذا خرج فهو لك فقال عقيل وإنما شخوصي من الحجاز إليك من أجل عطائك وما يبلغ مني عطائك وما يدفع من حاجتي شيء يكفيني عطائك أنت يعني عطائك مثل عطائي مقدار بسيط من المال بالكاد يكفي لي يعني القوت يعني أنا ما أريد هالشكل أنا أريد أتنغنغ أنا أريد أعيش حياة عدي صدام حسين هالشكل أريد أعيش أنا هالشكل نظام يعجبني ما يعجبني نظام أعيش حياة علي بن أبي طالب فقال علي عليه السلام ماه اسكت هل تعلم لي مالا غيره أم تريد أن يحرقني الله في نار جهنم في صلتك بأموال المسلمين فقال عقيل والله لأخرجن إلى رجل هو أوصل لي منك فقال له علي عليه السلام راشدا مهدية رح هذا مدليل على أنه خلص صار رجل صالح أعطاء الإذن قال أروح قال أروح طبك مرض رح شي تريد تسويخ سوي فخرج عقيل حتى أتى معاوية فلما قدم عليه فقال له معاوية مرحبا وأهلا بك يا ابن أبي طالب ما أقدمك علي فقال قدمت عليك لدين عظيم ركبني فخرجت إلى أخي ليصلني فزعم أنه ليس له مما يلي إلا عطاؤه فلم يقع موقعا ولم يسد مني مسدا فأخبرته أني سأخرج إلى رجل هو أوصل منه لي فجئتك فازداد معاوية فيه رغبة عجبه وقال يا أهل الشام هذا سيد قريش وابن سيدها عرف الذي فيه أخوه من الغواية والضلالة فأثاب إلى أهل الدعاء إلى الحق ولكني أزعم أن جميع ما تحت يدي لي فما أعطيت فقربة إلى الله وما أمسكت فلا جناح علي فيه فأغضب كلامه عقيلا لما سمعه ينتقص أخاه اكتفتوا هنا حتى تدركوا نفسية عقيل قلنا أحيانا يعني تأخذ العصبية الأسرية العصبية الجاهلية سميها فمن باب الأخوة يدافع عن علي بن أبي طالب من باب القرابة فأغضب كلامه عقيلا لما سمعه ينتقص أخاه فقال صدقت خرجت من عندي أخي على هذا القول وقد عرفت من في عسكره لم أفقد والله رجلا من المهاجرين والأنصار ولا والله ما رأيت في معسكر معاوية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يعني كلمة شوية فيها دفاعا علي وإزراء بمعاوية أنه علي معه مهاجرون وأنصار وناس من الأكابر يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أنت في مقابلك ما شفت أحد من هؤلاء فقال معاوية عند ذلك يا أهل الشام أعظم الناس من قريش عليكم حقا ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسيد قريش هذا عقيل تفخة وَهَا هُوَ ذَا تَبَرَّ إِلَى اللَّهِ مِمَّا عَمِلَ بِهِ أَخُوهِ قَالَ وَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِثَلَاثِمِئَةِ أَلْفِ دِيْنَارِ قال له هذه مئة ألف تقضي بها ديونك ومئة ألف تصل بها رحمك ومئة ألف توسع بها على نفسك هذه نفسية عقيل شوفوا في البداية لما قال معاوية كلمة فيها شيء من الانتقاص لعلي عليه السلام شوي أخذت الغيرة على أخيه من باب القرابة فشوي داف عنه بدفاع خجول أيضا دفاع خجول لأنه أمام الملأ أمام الناس عاد معاوية فقال كلمة أشد وهي أي كلمة هذا سيد قريش وهاه وذا تبرأ إلى الله مما عمل به أخوه هذا أعظم طعن على أمير المؤمنين عليه السلام هذا طعن في الظهر أنه يأخذ أخوه الأكبر حجة عليه وأمام الملأ ليش سكت عقيل وما رد عليها المرة بيها فلوس 300 ألف دينار بالقوة الشرائية ما ذلك الزمان تدري الآن إيش كده يصير ملايين يصير ملايين 300 ألف دينار لا بيها هذه أسكت خلص خلي العام الآن يأخذون فكرة مو مشكلة أنني إنما جئت لمعاوية لأنني برئت من فعل أخي مو مشكلة بيها 300 ألف تسمع ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا